المستحيل ليس مغربيا على الإطلاق المستحيل ليس عربيا أعتقر أن دي المرة الأولى لمنتخب أفريقي وعربي يصل إلى دور نصف النهائي في كاس العالم وأعتقر أن دي المرة الأولى والأخيرة اللي أطلع فيها أقدم برنامج وأنا مش لابس البدلة بتاعتي لكن الحقيقة المغرب تستحق المغرب تستحق أن كل الناس تفرح لها النهاردة الناس كلها كبتتشجع المغرب النهاردة الناس كلها كبتتحضن بعض وبتبوص بعض إحنا حتى الزملاء هنا من جنسيات مختلفة من بلدان مختلفة ما تعرفش تقول مين مغربي ومين مش مغربي المغرب يصنع المستحيل المغرب هو فخر العرب الحقيقي المغرب في الدور قبل النهائي يا جماعة المغرب في الدور قبل النهائي في كاس العالم إحنا مش بنتكلم على كاس أفريقيا مش بنتكلم على بطولة الأمم الأفريقية هنا وإن المغرب وصل للسيميفاينال لأ حضرتك إحنا بنتكلم على أول كاس عالم في منطقة الشرق الأوسط أول كأس عالم بتنظموا بلد عربي مسلم أول كأس عالم في منطقتنا العربية أول كأس عالم يحضروا الناس الغلابة اللي نفسهم يشوفوا نجوم العالم كلهم موجودين لكن احنا أصبح عندنا نجوم عالم تانين خالص اسمهم حكيم زياش وأشرف حكيمي وياسين بونو عندنا مدرب عالمي اسمه الريجراجي ألف مبروك لمنتخب المغرب ألف مبروك للشعب المغربي ألف مبروك لكل الناس اللي بتحب الكورة واللي ما بتحبش الكورة في العالم العربي في كل حتة كانوا النهاردة من أول البطولة وراء المغرب النهاردة المغرب بترفع الراس الحقيقة إنجاز تاريخي إنجاز عظيم جدا الواحد مش مجاهز أي حاجة احنا غيرنا الحلقة كلها كان فيه ترتيب تاني خالص فنتطلع نتكلم عن مصر والدولار والكلام ده لكن لا صوت يعلو فوق صوت المنتخب المغربي السود الأطلسي في نصف نهاية كاس العالم وزي ما أصدقائنا وإخواتنا المغربة بيقولوا أبروك علينا هذه البداية ومازال مازال ترجمة نانسي قنقر